حدات الركب يعوج بالمطي إلى نالك شيء يحرك لواعج المحب الاحتفال بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هدفا بحد ذاته وإنما هو وسيله سيقول بعض هؤلاء الإخوة لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا لأنه نبي ابتهج قال ابتهج صوب تكون موجودة العواطف بس بتزداد هيجانا وإمتى في المناسبات يا عمي حبك لرسول الله يجعلك تنتعش بمجلس اللي يذكروا فيه رسول الله يوم الاثنين من 12 ربيع الأول كانت ولادة حبيبنا المصطفى صلى الله شو بيصير معه هذا الإنسان؟ أولد المشارة في ربيع الأولي إذا كنت محبا لرسول الله لا يمكن إلا أن تهتاج بين جوانحك مشاعر الحني مثل ما قال ابن الفارض أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي ما منقل الإساءة التي أسيها بيها إلى رسول الله في هذا بيسترجي سي إلى رسول الله فشر نجيب حتى بها المناسبة من نلجم أفواه الناس أنا أقول هذا لمن كان في قلبه جذوة من حب المصطفى صلى الله عليه أما يلي ما بحبه ما لي علاقة الله سبحانه وتعالى يمتع بالحب لو تنزلت آيات قرآنية ولو أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعث من جديد فقال لهم لأهذا مشروع لأصر على أنه غير مشروع